السلام عليكم وعلى أخته الحوراء زينب قائل يقول طالما نسمع من المنابر أن الحوراء زينب عليه السلام قد واصلت مسيرة أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه فكيف يكون ذلك التواصل وإلى أي مدى واصلت الحوراء مسيرة أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونحن نقول كيفما نفسر قضية أبي عبد الله الحسين قد نختلف في عنونة هذه القضية البعض مننا قد يسمي قضية أبي عبد الله الحسين بأنها ثورة البعض الآخر قد لا يرتئي ذلك الاصطلاح وذلك العنوان نعم لائقا مناسبا فلعله يبحث عن عنوان آخر لعلنا نختلف في عنونة القضية وفي تفسيرها ولكن ينبغي أن نتفق على أن للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أهداف وأبعاد وغايات ستراتيجية يعني بعيدة المدى لأن الإمام الحسين عليه السلام شخصية رسالية استثنائية فهو سيد شباب أهل الجنة وهو سيد الشهداء وهو الشخصية التي بلغت إلى أوج الكمال وهو امتداد لكمال جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعني بحفظ شريعة جده المصطفى وإصلاح أمته فلذا سيد الشهداء حينما يقدم على مشروع عملاق وتضحية جسيمة قدم من خلالها جميع ما يملكه من أهل من أولاد من إخوة من صفوة من المخلصين المخلصين من أصحابه المؤمنين صفوة لم يجد الدهر بأمثالهم وفوق ذلك كله عياله وأهل بيته قدمهم سبايا وقرابين وضحايا في سبيل الله سبحانه وتعالى بالتالي لا بد أن تكون من وراء ذلك غايات لا بد أن يكون له أهداف جسيمة وعظيمة وبعيدة المدى بالطرف المقابل الأمويون أيضا يخططون لجريمتهم ويحاولون أن ينفذوا هذه الجريمة البشعة ولكن لا بد أن تنتهي في زمانها ومكانها فلا ينبغي في حساب الأمويين لكربلاء وليوم عاشوراء أن يتخطى ذلك التأريخ سنة إحدى وستين وأن لا يتعدى حدود كربلاء حتى يندثر الحسين عليه السلام اسما ورسما وعنوانا ومبادئا وأفكار فلذا خططوا لتنفيذ هذه الجريمة بهذه الشاكلة فحاصروا أبا عبد الله الحسين عليه السلام وضيقوا عليه بأرض فلات حتى لا تنتقل أخبار الحسين عليه السلام وأهل بيته إلى الأجيال وإلى الأمم الأخرى أحرجهم سيد الشهداء فاجأهم أبو عبد الله الحسين بخطوة جبارة حينما صحب معه عياله حينما صحب معه أخته الحوراء زينب عليه السلام وبقية العائلة الكريمة من الأسرة النبوية حقيقة هذه خطوة هادفة خطط لها أبو عبد الله الحسين وهو يردد تلك العبارة شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا حتى بالنسبة إلى المقربين لأبي عبد الله الحسين ومن أطلق عليهم بالمشفقين من أمثال عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس الذين حاولوا أن يثنوا أبا عبد الله الحسين عليه السلام عن حمل عياله ومصاحبتهم معه ولكنهم مهما حاولوا باءت محاولاتهم في الفشل وكان للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها دورها حينما عارضت عبد الله بن عباس وأصرت على مصاحبة أبي عبد الله الحسين لأن أولئك لم يتفهموا أبا عبد الله ولم يتفقه لغاياته ومشروعه صلوات الله وسلامه عليه أما الحوراء زينب فكانت العالمة العارفة بنوايا وخفايا وأسرار أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه فوطنت نفسها أن تصاحبه مهما كلف الثمن ومهما لاقت من مصاعب ومتاعب صلوات الله وسلامه عليهم فلهذا مرافقة العائلة الكريمة لأبي عبد الله الحسين كان حقيقة يفتح أرض المعركة وكان يوسع دائرة الصراع ويخرج المواجهة من حدودها الجغرافية في كربلا إلى العالم بأسره ومن تأريكها في يوم عاشوراء سنة 61 إلى الخلود وإلى الأبد فلذلك الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها استطاعت بأبي وأمي أن تتخطى جميع الصعاب وأن تتجاوز جميع المعوقات حتى ترافق أخاها أبا عبد الله الحسين وتواصل مسيرته فلا تبقى قضيته دفينة في كربلا وفي حدود السنة التي قتل أو استشهد فيها صلوات الله وسلامه علي من جانب آخر الإعلام الأموي كان طابورا وكان كابوسا والأمويون متمرسون في الإعلام وبإمكانهم أن يخادعوا المجتمع وأن يزيفوا الحقائق ويزوروا التأريخ وبإمكانهم أن يزيفوا صورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأن يخرجوا الصراع من كونه صراعا مبدئيا يقوم على أسس إيمانية وأخلاقية ومبدئية إلى كونه صراع عشائري أو نزاع قبلي موروث من الآباء والأسلاف وتارة أخرى يستطيعون أن يجعلوا صراع أبي عبد الله الحسين ويزيد ابن معاوية يصوروه يسوقوه إلى المجتمع بأنه صراع على الحكم ونزوة الكرسي والمناصب وبالتالي يستطيعون خداع المجتمع مما يؤدي إلى سحب الشرعية عن تضحية أبي عبد الله الحسين الجسيمة فبالتالي يمكن أن تبوء بالفشل فما وجد سيد الشهداء لسانا صادحا ولا قلبا قويا وصلابة وبلاغة إلا أخته الحوراء زينم فجاء بأخته الحوراء زينم بكل ما لها من ثقل ومن كبرياء في شخصيتها في وعيها في عقلها في فهمها لمبادئ أبي عبد الله الحسين واستطاعت الحوراء زينم أن تتغلب على الإعلام الأموي أما مدى ذلك التواصل فأستطيع أن أقول بأن الحوراء زينم صلوات الله وسلامه عليها أبقت قضية أخيها الحسين ما دام الوجود باقيا وما دامت الإنسانية باقيا لأنها أخرجت قضية أبي عبد الله الحسين من حدود الجغرافية ومن حدود التأريخ وحتى من حدود التمذهب والديانة أستطيع أن أقول إذا كانت هناك قضايا تعمل الدول ويعمل الإعلام على تدويلها وقد يفشل لكن الحوراء زينم صلوات الله وسلامه عليها استطاعت أن تدول قضية أبي عبد الله الحسين وأن تجعل لهذه القضية عولمة بمعنى أنها جعلتها قضية عالمية وإذا كانت الجرائم تدون في سجلات المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية فاستطاعت الحوراء زينم صلوات الله وسلامه عليها أن تدون ظلامة أبي عبد الله الحسين في سجلات الإنسانية وفي سجلات التأريخ إلى الأبد وإلى الخلود استطاعت أن تفضح الأمويين وأن تكشف زيفهم وأن تبين قداسة البيت الهاشمي وتبين نعم ضحالة البيت الأموي وتبين الفاصلة بين المبادئ الأخلاقية والدينية بين البيتين وبين الأسرتين استطاعت الحوراء زينب أن تجعل من جريمة الأمويين في يوم عاشراء جريمة بحق الإنسانية وصنيعة إرهابية مما جعل الإنسان بغض النظر عن ديانته ومذهبه يتفاعل مع قضية أبي عبد الله الحسين ولذلك نلاحظ أن العالم يتفاعل مع قضية عاشراء بغض النظر عن تبعيتها الدينية والمذهبية مما قالت مولاتنا الحوراء كلمة أخيرة في خطبتها حينما أرادت أن تدول يوم عاشراء قالت ألاف العجب كل العجب لحزب الله لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا بمعنى أنها تريد بهذه الحقيقة البلاغة والبيان البديع والاستعارات الأدبية الرائعة في هذه الكلمات تريد أن تصف الأمويين بأنهم محوش وبأنهم ذئاب وبأنهم إرهابيون ارتكبوا جريمة بشعة بحق الإنسانية فهذه الأيدي تنطف من دمائنا يعني الأيدي الأمويين تقطر من دماء أهل البيت الزاكية الطاهرة البريئة وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا بمعنى أنهم مصاصون دماء لأن التحلب الفصيل حينما يمتص ثدي الناقة حتى يشرب من حليبها فكأنهم يشربون الدماء لما ولغوا في دماء أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطاهرين فاستطاعت الحوراء زينب أن تواصل مسيرة أخيها أبي عبد الله الحسين وأن ترفع رايته حتى أبقت هذه القضية خالدة إلى يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر